اشتركوا في القناة لكن لا اقدر اسأله ولا رأبه انت بقى لك قد ايه شغال عند البطاطشا؟ بقى لي سنتين وكل مرة كنت انزل فيها مصر كنت اجيب له حسان به كل الطلبات اللي بيطلبها منه طلبات زي ايه؟ يعني ايه زي ما تقول كده شوية كركدين على شوية فول سوداني على شوية فسيخ وطبعا هو كان بياخد الحاجات ديه وما بيدفعش فلوسها كالعادي واني اعود معاه يسألني سؤالين اجاوبه باللي في النصيب طب من اشرتك لمنصور تعرف عنه انه ممكن يجنب ناس في الداخلية لحسابه؟ اهه ديه كلام بردك يا باشي يعني هو لو حيجنب ناس في الداخلية انا هعرف ده اني هناك ماليش لازمة ده اني هناك خد دام خد دام يا سعدتك باشي والكبير لا يمكن يقول حاجة زي دي قدامي هلا دايك اقول اخرى لا يا باشي طيب واقع يا يعني لازما يعني حكاية اوقع دي طبعا مش هي دي اقوالك هي واقوالي بس يعني وحيات ابوك يا شيخ وحيات نور عناك وحيات الغالي عندك اللي انا قلته دي يفضل سر بيني وبينك لان دي ممكن يرق فهرق ابتل يطم الله يطمينك الله يطمينك يا امير يا ابن الامرة يا سكر هدينا يا حاج جمعتهم زي ما انت عاوز خير يا حاج عاوز تقولي بقى لي فترة بيه لما شفتش محتز ولا كلمني حتى في التليفون هو ايه الحكاية ما انا قلتلك يا حاج ان هو في مأمورية بالزبط كده واول ما هيخلص هيجيلك على طول ايه يا حاجة هو دلوقتي معتز يعني وقته مش ملكه خالص دلوقتي يعني انا انا حاسس انكم خبيين عني حاجة لا والله انا حاجة ما بنكتب احنا جنود صراحة قلبي متوقش عليه انا هكلمه على الموبايل بتاعه عايز اسمع صوته واتمن عليه ايوه صح كده يا حاجة اكلمه! اكلمه جنود يكلم مين يا شلبي الموبايل بتاعه يا حاج مقفول علشان المأمورية السرية انتوا بتعملوا معايا يا خدليت انا عايز اعرف ابني جرالة ايه انت عاوز الصراحة اخ 확인 وايوه الصراحة שלم ها اتكلم يا مونير الصراحة بقى يا حاجة يا الله يكن فعونك relaxation انت يا شلق احنا فيه ولا فيه؟ مجرية عفيفة انا ليها منك ولا من مونيرة وبعدين انت انا جاي اهدي النفوس انا معاها خلاص صعبان علي انا مش قادر اهسكوت اكتر من كده انا لازم اقول الصراحة قول الصراحة اتكلم معتز اخوية ماله؟ مال يا باشا انا عندي شاهدة مهمة ومسر ان انا اولا علشان اخلص ضميله قدام ربنا افضل اقول انا شفت المقدم حسام هو بياخد شنطة من التنريجيه لأجل العملية لو تمه تأكد انا ساعتها ما كنتش مهتمة بالموضوع وما خدتش بالي ان الرجالة دي تابع منصور بس بعد الاتهامات اللي توجهتله اتأكدت شكوكي عشان كده جيت اخلص ضميله قدام ربنا انت عارف ان اللي انت بتقوله ده في دليل ايدانة واضح للمقدم حسام يا باشا يا دي الحقيقة والمقدم حسام غلط والله غلط لازم يتحق امرنا نحن رئيس نيابة شرق القاهرة تجديد حبس المتهم حسام نجيبي الإلالي خمستاشر يوم على زمة التحقيق على ان يرأى له التجديد في المعادة قائل يا سيد المقدم زي ما بقوله حدا أنا في الصعيد أولا ركزة حنجلة والمسر اللي معلجوا عكتافك هخليينهش بكلبك ناش وقول لك ته المنصور الكبير مراحش الله يا العظيمة محمد ما عرف حاجة عن الفلوس دي انت تصدق ان أخوك يعمل كده طبعا لا انت بتحليف لانا أحسام تلاش ان شاء الله ربنا هقض جنبك ويزر برقتك الكمين عاملوا في كل وقت حامل عارف عارف ومش مستغرب لأنه هات خسيس بس يبقى خسيس لدرجة الوضاع مستقبالي ليه ليه انا وراء الحد ما اعترف انه شاهد زور مش هعترف مش هعترف ومتتعبش نفسك ده ما صدق يستطف المال عكرة عشان يوسك سمعيتي فاكر انه كده حيركب في الإدارة اكسم باللمر عينيه على ساعة واحدة فيها انا عايز اعمل توكيل لساير عشان يدفع عني احنا طلبنا من ساير انه يمسك القضية ورفع الساير بغير قابل معناها احسام الساعة متقبض عليك انا كمان بقول ما شفتوش يعني في تحيات النيابة ما تشيلش اهم يا حسام انا جبتلك اسماء وعنوين اكبر محامين في البلد اختر اللي يعجبك عشان تعمله توكيل خلاص اخترت مين يا حسام انت يا شد ايه اللي انت بتقوله ده اش هلاقي حد قلبه عليا زيك بس انا مقدرش هتحمل مسؤولية كبيرة زي دي انا لسه محامية صغيرة الموضوع مش محتاج محامي كبير الموضوع محتاج حد ما يحبني وقلبه عليا وواصق ومؤمن ببرأتي انا مش عارف اقولك ايه هده وقدوده استاذا برا يا امي ما تلعيش على عيني يا ابني اشوفك في الوضع ده ما تلعيش يا امي انت بس ادعيلي ادعيلي وربنا كبير ان شاء الله خير يا ابني ان شاء الله خير يا رب يا مام يا رب يا رب ما لك يا سيدي الناس سرحان في ايه ده ايه طال مفروض تفرح فرحة كبيرة النهارده نزك عشان نود الهلال ايه طار عنده حاج يا سيد الفرحة بجالها زمان ما زلتناه شي معاكم حاج لما فرحناش النهارده حنفرحه ميته طب ايه رأيك نحتفل ونجيب ترطايا كبيرة ترطايا والله وعرفت تقول ترطايا يا ابن باتع الجتع لا عجل ولا اقول لكم ثلاث عجول نتبحوهم ونفرقوا لحمهم على الغلابة ونرمي دمهم لقلوش البحر ونوعدوهم ان المرة الجاية مش حيجتموا على دم عجل دول حيجتموا على دم ود الهلالة ايه يا سيدي الاب بس ثلاث عجول كتير وعجل واحد برضو كتير اني رأيي نرجع لفجرة واحدان ونجيب ترطايا بس تكون صغيري لا انا قلت ثلاث عجول يعني ثلاث عجول ايه يا سيدي الاب بس دا حتى بنقول يا حيطة دارينة وحنلاقي فين حيطة دارينة في الهو اللي احنا فيه ده بتقول ايه انت وهو انا ما فهمش حاجة امتقوا ما 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 مفيش أصل 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 ما فيش يا اخرس اخرس يا وحدان اني قلتلك ميت مره ما تقولوش اني مافيش فلوس مافيش فلوس ايه حكمة ما بعتش معاك فلوس يا طاهر منين يا سيدي الناس ما خلاص اتير عجفة وباني الدفاضيعها والستة حكمة ما بعيش حلتها حاجة من ساعة ما الكبير مات الله يرحمه ومين اللي كان يصرف علي المدة دي كلهي؟ انتقوا اللي بيصرف اخرص يا واهدان ايه؟ هو انا فيه فرق باني وبن سيد ياب ده انا لحمك تقفيه من خاره ايه الكلام ديه يا واهدان؟ تفضل احكي احكي وارغي دي الحجيجة يا سيد طاير هو اللي بيصرف علينا بجله فترة بس ما كناش عايزين نجولولا اهملوني الوحدة دلوك اتجيبهو دايماً كاسر فرحتني مفيش فوليه بتتبلل فوقك خدهب زبط بتتبلل على حسن يا ضلالي ياكل الكبير احترم نفسك واعرف انت بتتكلم مع مين ميكون واحد محترم مش واحد دلالي وابن ستين كان ليه؟ هو اللي يقول الحق في الزمن ده يبقى دلالي ولا انت وخوك فاكرانها سبه لا لا وعايزين كومه عايو الشيفات ده اه موتك يا حامل اه موتك يا حامل اه موتك يا حامل ايه اللي بتعمله ده انت بجمدت؟ ده واحد كتاب يا فاني يا باشا انا متمثف بحقي وعايز احوالله التحقيق راعة ظروفه يا اخي انت شئدت على اخوه ودخلته السجل يا باشا هو انا تبليد علي يا باشا مش هو اللي كان مزبط معاهم ومقارتعسنا كلنا بقول لي سيادتك انا شايك وبعيني دي هو بياخد الشنطة من منصور قبل العملية موسام الهلالي عشرة او زبس المدرية يا اين وانت عارف كده كويس يا حامل دي الصورة اللي كان رسمها لينا يا باشا انما في الحقيقة انه فاشل ومعندوش ولا زنة ولا ضمية انت اللي فاشل ومعندوش ولا زنة ولا ضمية انت اللي فاشل ومعندوش كانت ثابت صراف 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 حسم اخي لو يمكن اعمل كده انا متأكدة انه بريء طبعا من يشهد العريس قصدك يا طنط قصد انت عارفك كويس اوي وحضرتك لسه بتسوكي في حسين لحد دلوقتي انا كنت الاوي بشوك بس بعد ما عبدوا عليه اتأكدت اتأكدت من ايه بقى اتأكدت يا حبيبتي ان العصابة زادت واحد بقوقي ولما قدر بيهم حابوا ينتقموا منه فانتي وقتلوها عشبا اشبا حقول الكلام اللي انت بتقوليه ده ايه انت تخرص خارس عطر عطر ساكت لي يا سيد ما تتكلم هتكلم اقول ايه انت مسامع مامتك بتقولي ايه بصراح ماما هتضحق ولو انت مكانها هتقولي اكتر من كده ماندحق انت بدل ما تصبرني على المحنة اللي انا فيها واحنا مين يا حبيبتي اللي تصبرنا ها؟ انا بنتي ماتت في عز شبابه وبسبب اخوكي لا حول ولا قوة الا بالله ماليش يا بنتي عشل خطر اخر حاجة كنت اتوقحها انك تتخلى عني وانا في عز محنتي لكن ربنا كبير وبكرا يظهر براقة حسام وتعرفوا انكو ظلمتوه امم ايه بقابلين يا حبيبتي انا مش هرد عليكي عشان لو ردت عليكي هغلط فيكي سامع سامع مراتك بتقول ايه؟ انتش عنده اتكلمة مع مو اسلوب كويس اسلوب ايه؟ ما انت شايفها من الصبح نازلة ترياقة وتجريح وش هماتة في انا واهلي وانا صبرة وعملة مسك في اعصاها بينما لحد كده وكفاية كفاية يعني؟ هتعمل ايه يعني؟ هروح بتاهلي ولما جوز يقدر يحفظ كرامة مراته واهلها يبقى يجي ويرجعني الباب يفوت جامل في ستين داهية استغفر الله العظيم يا رب انا مش عارفة لقيها منين ولا منين من حكاية حسام واللي جراله ولا حكايتك انت كمان يا شاهندا معلش يا مام مو هنا كمان غصبا عني اخر حاجة كنت اتخيلها ان ساهر يقدر يعمل معايا كده معذور يا بنتي اللي مات انت اخته لازم يحزن عليها وانا واخوية زنبنا ايه؟ منها لله بقى امو هي السبب كل اللي بيجرى لنا ده ست مجنونة كده وخيالها مريض مالش يا بنت مالش مالش نعذورها برضو دي امو ربنا يكفينا شر حرقة القلب على الضانة يا رب الله العظيم يا ماما محدة قلبه محروق لنا بقى ساهر اللي انا حبيته واخترته من وسط الدنيا دي كلها عشان اكمل معاه حياتي يقدر يعمل في انا كده مالش ايه دي حبيبتي ان شاء الله هيعرف الحقيقة وهيرجع عليك داني وهو اللي هيعتذر يا بنتي انتو مالكوش غير بعض ماهون يا ماما كنت متخيلة كده زيك بالزبط لكن مع اول صدمة في حياتنا علاقتنا بدأت تنهار يا رب ملتوبين يا رب ورجع لي حساب بالسلامة من الازمة اللي هو فيها يا رب اه ايه شاهد دمالك فيه ايه؟ نفسي يا ماما غمت علي فجأة وضيخة قوي مالش يا حبيبتي ممكن عندك شوية برد او بعملك حاجة سخنة مش برد يا ماما مش برد مال ايه؟ انا حيامي ما تزعلش نفسك يا محمد ان شاء الله شدة وتزول طيب و ايه الحل يا حضرتك؟ مفيش قدامنا كفير اننا نستنى ونشوف القضية هتوصلنا ليه؟ والله يا ابني انا متأكدة ان حسان بريد وان شاء الله ربنا هيزهر برقته ان شاء الله يا محمد بس انت اسبع على الله ما تدايش نفسك خالصة ان شاء الله وحضرتك ما تعرفش تعمل حاجة تساعد بياه حسان في الموضوع ده؟ تعرف يا محمد انا مركزي حساس قدية والداخلية طول عمرها في القضايلة زي دي بتقف على الحياة والقضاء مبني على البراهين والاسبتات وبيحكم بالأوراق اللي قدامي وانا لو بيدي قادر اعمل اي حاجة مش هتأخر طبعا مفهوم مفهوم ربنا يقدم اللي في الخير معتز صحيح كان الصغير بس كان كبير بأخلاق وطيبة قلبه قريتنا ده اللي مدهه والعاش ماذا الشر عليك يا حبي؟ ماذا الشر عليك يا حبي؟ ماذا الشر عليك يا حبي؟ ماذا شكرا من فضلك؟ وفي شر أكثر من اللي أنا عايش فيه عايش زي من غير مشوفه وبلش مع صوته ربنا يصبرك ويصبر لك تعال يا ملك تعال يا ملك يا حبيبتي من النهاردة انتوا في كفالتي وتروح تجيبي صوتتك وتي متعيش معايا متعكريني حاجة بس مش هينفع ملك دي بنتي بني يعني حفلتي يعني لازم تتربى في حضن قدها تدفى بيها وتدفى بيها أنا بسمعش أبداً انكم تعيشوا باحدكم بس يا حق احنا مش عايشين لوعات أنا ما تخافش احنا عايشين مع أمامتي وأخوي ما ينفعش أسيبهم لوحدهم وبعدين أي وقت حضرتك عايز ما أنا أكهجب هينك على عنية على عنية انكم تعيشوا بعيدة عني ربنا يخليك لينا يا حق بس صدقني كده أعصر برضو عشان مونير وامراته يبقى قاعدين براحتهم في البيت بدل ما نبقى قاعدين في البعض براحتك يا بنتي يا حبيبتي بس لازم تعرفي ان البيت هنا بيتكو وبابهم هفتح لكو باستمرار لا تحرمش منك يا حق خذ يا حبيبتي إذا يا حق دا مبلغ تعيشوا منه وليك كل أول شهر مبلغ زيه لا متشكرة يا حجر ربنا أخليك هو إيه دا المتشكرة دا حقك وحق بنتك ويوعي اوعي ترفضي في القوس قد دهالك شفايا تحرمت منه كمان عايزة تحرميني اني هتكفي ببنتك لا والنبي يا حجر والنبي ما تزعز نفسك ما تشكي يا حجر وأي حاجة تعزوها أنا تحت أمركم ولا ولا عايزاني لما روح ما روح أبي المعتزة لايز علام مني لا يا حجر متقولش كده متقولش كده وبناء على ما قد سلف فإني أطالب سيادتكم ببراءة موكلة من التهمة المنسوبة إليكم خلاص يا أستاذة خلصت مرافقتك في كلمة أخيرة بستسمح سيادتك إن أقولها اتفضل هي مش متعلقة بالقانون لكن مهمة القانون دايما بيحكم بظاهر المستندات لكن روح القانون دايما بتبحث عن العدالة فين ما كانت حتى لو فيه أدلة وشهود وكتير من القضايا كان فيها أدلة دامغة على الإدانة لكن في الآخر استقرد أمير المحكمة على العكس ذلك سيادت العاضي أنا بعترض دي محاولة للتأثير على هيئة المحكمة الموقرة الأطراض مرفوض فضالي كميلي يا أستاذي كل اللي عايز أقوله سيادتك إن موكلي كان طول عمره حسن السر والسلوك والكل بيشهد له بذلك ده غيره إنه زابط مسؤول عن تنفيذ القانون ولو كثير من الأعداء اللي بيتمنوا إنه هم يلفقوا له قضية عشان يخلصوا منه فمش معقول إن إحنا نساهم معهم في ظلم وإنشوه سمعته اللي عمرها ما تمثت بسهو لذا أطالب من هيئة المحكمة الموقرة بالرقفة مع موكلي وتطبيق روح القانون وليس تطبيق القانون نفسه وشكرا حكم بعد المداولة محكمة هاتي لاشي يا عشان إيش خال الله بروح هاتي لاشي هاتي لاشي يا نجيبي ده الدم عمره ما يبقى مية جازدك إيه يا عاد؟ جازده إنك تخفي علينا شوي أنت يا أبوك وإخواتك لحسن إحنا خلاص هنطج ما تطجوا ولا أعلم أفخلكوا مركبوا وليك ده بس يا بيت الناس ده إحنا مهما كان بناتعم ولا ممكن ناكله في بعضك ده ده بدل ما تجفي في ظهرنا وبعدين إحنا بنطالب بحجبونا وأخواتنا في الأرض مهنش طالبين منيكم حسنة وأنا إيه دخلني؟ روحوا لأبويا وجلولو ما انت عارفة إننا بعثنا رجالتنا ورجعوا جفاهم يجمر عيش رجالتكم؟ رجالتكم لا بتحش ولا بتنش وأنا زم بإيه عاد؟ وبعد هالك يا نجيبي اتحش مني اللي أنا عوزاه واللي مش عاش به هني الباب يفوت جمل يا موري، انت بتطردينها من بيت أبونا؟ جلتلكم سبكم منيه مور خسيس لما يتحكم يفجر اخرص جطع لسانك لسه برضه شرك فاير بس مش علي يا بالتعلام عليكي وعلي تشددلك يا حكمة وإن ما عدلتيش حالك المايل ده هعدل طب ما توريني كده يا بالتعلام ولا تحب أوريك يا أنا؟ واه، جبت منين جذوة الجلب دي كلها يا نجيبي؟ يا ما تحت السواهي دواهي الله يرحم لما كنت زي الجطة انت وأهلك كلهم اخرص جطع لسانك التوهي واللي هسمع لها حس هقطعوا ربنا يريحني منيكم وبعدين يا حكمة هنعملوية في البلودي بزيادك دي، كلنا طفح ما بدها شاعد محكمة يا حسام، المحكمة استعملت معاك الرأفة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حسام نجيب الإلالي بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاس وأمرت بمصادرة المبلغ المضبوط النضاف ربنا يزالك محكمة حسنا 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 عشاء حسنا حسنا حسنا